السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنشرح الجملة الاسمية والفعلية لسنة 3 ابتدائي وبطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا ماشي بس قبل ما نبدأ في الشرح ياريت لايك للفيديو واشتراك للقناة ماشي يبقى اول حاجة يا جماعة حدد نوع الايه الجملة سافر ابي الى الاسكندرية اولا الجملة الاسمية تبدأ باسم والجملة الفعلية تبدأ بايه بفعلة والاسم والفعل والحرف احنا شرحناه في فيديو قبل كده لو اي حد عايز ايه يرجع له يبقى الجملة الاسمية تبدأ باسم والجملة الفعلية تبدأ بفعلة سافر يبقى اول حاجة ما يقولك حدد نوع الجملة سافر هتبص الاول كلمة اول ايه كلمة سافر ابي الى الاسكندرية سافر اسم ولا فعل نجربها بالالف واللم السافر بتنفع بكده لا مش مشي يبقى دي فعل يبقى دي ايه فعل يبقى نوع الجملة فعلية نوع الجملة ايه فعلية نوع الجملة نوع الجملة فعلية ماشي تعد امي الطعام طيب تعد اسم ولا فعل فعل ماشي ليه فعل اتجربها كده بالف والام التعد مش نفع خالص ماشي يبادي جملة فعلية ليه عشان بدأت بفعل يبادي جملة فعلية ماشي يتناول ابي الغداء نبص الاول كلمة بس يتناول اسم ولا فعل يتناول نحن جربها كده بالالف اللام اللي يتناول ايه دي مش نفع خالص يبقى دي اه فعل يبقى دي ايه فعل يبقى الجملة كلها نقول عليها جملة فعلية ماشي طيب اخي يشرب العصير اخي يشرب العصير هنحط خط تحت اول كلمة ماشي ونسألها ها اول الكلمة دي ايه اسمية ولا فعلية اخي ماشي اخي دي اسم اخي دي ايه اسم يبقى اخي يشرب اللبن يبقى دي جملة اسمية جملة ايه اسمية ماشي الاسد يعيش في الغابة الاسد يعيش في الغابة الاسد برضو جملة ايه الكلمة اسمية يبقى الجملة كلها جملة اسمية ماشي طيب الولد يحافظ على نظافة الحديقة ها نحط خط تحت اول كلمة ها اسم ولا فعل لو اسم تبقى الجملة كلها اسمية لو فعل تبقى الجملة كلها ايه فعلية دي بديتها الف لام ها دي بقى ايه اسمية يبقى الجملة دي ايه اسمية الجملة دي ايه اسمية ماشي التدريب التاني حول من الجملة الاسمية الى الفعلية والعكس من الفعلية الى الاسمية ابي ابي يعمل في المصنعة ابي اسم ولا فعل ابي دي لا دي اسم ماشي مدام هي اسم يبقى نعقل جنبها فعلة يبقى هنعكس كلمة دي هنجيبها هنا ودي هنجيبها هنا بدل ما ابي يعمل في المصنع هنخليها يعمل ابي هنعكس كده ماشي يعمل ابي في المصنع ونكمل بيت الكلام عادي خالص في المصنع ماشي الطبيب يعالج المريض الطبيب دي اسم واللي جنبها فعل الطبيب يعالج المريض الطبيب اسم واللي جنبها يعالج فعل يبقى هنعكس نخلي دي هنا تبقى يعالج الطبيب المريض يبقى لما يقول لنا حول هنعمل ايه الفعل هنجيبه قدام والاسم هنجيبه ايه من جوه ماشي لما ايه اللي نحول من الاسمية الى الفعلية او الايه العكس الموضوع سهر جدا وبسيط هنا بدأت بفعل ماشي بها نعكس هندخلها جوه وجدي هنطلعها برا يقرأ جدي لنا قصة ماشي يبقى جدي يقرأ لنا ونكمل بيت الكلام عادي خالص ماشي طيب تاني حول برضو من الاسمية للفعلية او العكس عادت اختي من المدرسة عادت اختي من الايه المدرسة عادت اسم ولا فعل فعل ماشي بدي جملة فعلية هم عايزين عايزين نخليها جملة ايه اسمية يبقى هنبدأ باختي عادت من الايه المدرسة اختي عادت من المدرسة طيب الريف يجذب القلوب ماشي هنعكس برضو نجيب دي هنا وهنجيب ايه دي هنا هنقول يجذب يجذب الريف القلوب دي هنا مثال تاني اخي شعر بالخطر ماشي اخي اسم طيب هنخليه ايه فعل هنخلي الجملة ايه فعلية يبقى نقول شعر اخي بالخطر ساعدت اختي عجوزا هنخليها اختي ساعدت عجوزا اختي ساعدت عجوزا طيب لعب الولد كثيرا هنخليها الولد لعب كثيرا ماشي طيب قال مهابو انا متحمسا هنخليها ايه مهابو مهابو قال انا متحمسا برضو نفس الموضوع هنعكس دي نجيبها بره ودي ندخلها جوه ايمن يحب اللعب هنخليها يحب ايمن اللعب يحب ايمن اللعب ذهب الاولاد الى متحف الديناصورات نبدأ بايه هه من الشطر اللي يقول ذهب دي ايه فعل والاولاد اسم يبقى هنقول الاولاد بدل ما هي جملة فعلية هنخليها جملة اسمية الاولاد المرة دي هنقول ايه ذهبوا الى الايه متحف الديناصورات ماشي يا سنة تالتة الجملة الاسمية والفعلية سهلين جدا ما فهمش اي حاجة صعبة ماشي يا حبيبي يلا بالتوفيق